السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الكرام حياكم الله. يوم معنا فيديو مهم جدا وهو طريقة فتح حساب بنكي طبعا للاخوة العرب والسوريين المقيمين على الاراضي التركية ومن عمر اثناعش سنة وآآ فوق طبعا آآ كرت بنكي طبعا تقدر تشتري منه عن طريق الانترنت داخل وخارج تركيا تقدر توضع بمصاري آآ وتقدر آآ في الميزات طبعا كثير آآ طبعا هذا الكرت اسمه توسلة يعني اغلب العالم آآ سمعان بهذا الاسم توسلة طبعا هذا آآ بطاقة بنكية مسبقة الدفع تمام آآ راح نفوت اول شي عن الموقع راح نتعرف على ميزاته وكيفية طلب هذا الكرت وايضا آآ طلب الكرت راح تاخذه بشكل مجاني ان شاء الله تمام اول شي بطاقة توسلة ما هي هي بطاقة مسبقة الدفع تتيح لك بطاقة الخاصة بك المدفوعات استخدام رصيد توسلة يعني تقدر آآ انه تودع بمصاري وتسحب منه مصاري ما بي اي مشكلة وتقدر تشتري من المواقع ومن اي مكان من الماركتات كل الامور هاي آآ من آآ من اين يمكن الحصول على الكرت هذا راح يقول لك انه من يمكن الحصول على الكرت من اثنائع عشر سنة وما فوق يمكنك طلب هذا الكرت ما بي اي مشكلة طبعا هي بعض المعلومات اللي عم نقرارها مشان تشوفونها واذا تحبون تقرروا المعلومات راح لكم رابط الموقع ايضا الاسفل الفيديو طبعا نقول لك من ايان تقدر تشتري هذا الكرت طبعا اذا بدك كرت من دون ما يكون مكتوب عليه اسمك تقدر تشتريه من متجر توسلة او متجر كافور او اه تكنوسات او شوك ماركت اه طبعا تقدر تشتريه هذي الكرت وسعره عشر ليرات طبعا اذا تشتريه من الماركتات طبعا بس ما رح يجي عليه اسمك احنا رح نطلب الكرت اللي موجود علينا اسمنا وبشكل مجاني ان شاء الله طبعا اه ايضا اه هي بطاقة مسبقة الدفع قنا لكم واحدة نظرة لان البطاقات الخاصة بك توسلة تتيح لك استخدام رصيد يمكنك تسوى ربط بطاقة واحدة بحسابك يعني تقدر تخدم بس بطاقة واحدة على الكرت او بطاقتك شخصية اه مدفوعات توسلة انه حاطلك معلومات بعض المعلومات عنها انه تقدر تسحبه من اي صراف اه او تعبيه من طريق حسابك البنك يتقدر انت تختار الطريقة اللي بدك تعبيها منها طبعا رح نشوف ايش معلومات ايضا هنا يقولك اين ممكنك التعبية عن طريق اه متجر توسلة او اه عن طريق اه رصيد الخاص بك موجود او عن طريق الاتيمي او عن طريق الاكبانك او اجهزة صراف التابعة لتوسلة طبعا او اي صراف ثاني اه وطبعا عن طريق اه شوك ماركت او تكون ساد طبعا معاملة قد ظهرها واحدة ليرة تركية يعني اذا تعبي عن المحلات هاي واحدة ليرة تركية قدر هاي المعاملة تمام اه وتقدر اكثر من خمسة اه ثلاثة وخمسونة الف اه تحميل النقطة يعني اه طبعا اه سحب الاموال نشوف ايش خاصية بسحب الاموال اه طبعا هل يمكن يسحب الاموال بالتأكيد انه خلي من جميع اجهز الصراف الشاعر انه ليس مصطعب التعرف على الاجهزة يعني تقدر تسحب وتودع الاموال من اي صراف اه طبعا اه هاي بعض الميزات عن هذا الكرت راح نروح لكيفية طلب هذا الكرت وانا راح خليكم هذا موقع مشان انت تتعمق وتقرأ ميزاته وكل الامور اللي بدك اياها راح نروح على التطبيق اللي راح خليكم رابطه اسفل الفيديو اسمه توسلة تمام نقوم بالضغط على طبعا هو الكرت سعره عشر لائرات بس طبعا في هدية راح يصير الكرت مجان قيمة عشر لائرات احنا راح نعلكم اشلون طريقة الطلب ويصلكم لحد باب البيت بعد ما يفتح التطبيق بهذا الشكل راح نعطيه احنا هامان كايدول تمام بعدا راح يفتح ادنا بهذا الشكل تمام تحط اسمك ممثل مموجود بالكمل لك اول شي تحط الاسم بعدين اللقب بعدين بريد الكتروني بعدين رقم جوال شغال تمام احنا راح ندخل المعلومات هاي ونحطه هون الصح هون صح هون صح احنا راح ندخل المعلومات هاي ونرجع لكم تمام حالين راح يجينا كود راح ندخل الكود يلي راح يجينا على الاس ام اس انتظر قليلا الحد ما ايجانا الكود اجانا الكود ونعطيه سماح مشاني نزل تلقاء الكود عندنا هون نزل. تمام يقول لك حط شفرة. هاي الشفرة لا تنساها لانه راح يسر وقت تدخل على التطبيق بدك تدخل الشفرة هاي. تمام? لازم تدخل الشفرة هاي حصرا. اه احفظها انت مثلا حطها اللي بدك اياها. تعيد انه بمرة الشفرة نفسها. يعني مثل كلمة سر الدخول للتطبيق. اهم شي تحفظها. تمام? بعد ما اختارينا كلمة سر للتطبيق ننتظر قليلا مشان آآ نكمل الخطوة يلي بعدها. طبعا راح تعطي كلمة دوامت. نعطي سماح. وبعدين راح تفتح لنا هاي الواجهة البسيطة للتطبيق. تمام? هاي الواجهة للتطبيق. احنا حاليا مثل يقول لك هنا آآ السنة لسه حاليا من بين آآ عدنا شي لانا ما طلبنا كرت. آآ راح نروح اول خطوة على رسمة هذا الشخص اللي موجود هنا على البروفايل يعني. تمام. آآ ننتظر قليلا. هذا ما تحمل لنا صفحة. تمام. آآ نضغط على البروفايل تمام لا. نضغط عليها. راح اطلع لك هون معلوماتك الشخصية. تمام? راح اطلع لك معلوماتك الشخصية. هون يقول لك معلومات الكملك. تمام? آآ وقت حط آآ هون مكتوب معلوماتك. انت اهم جي تأكد من ايميلك انه صح. ومن الكملك. آآ تضغط على الكملك. نو. تضغط عليها. بعدين اقول لك هون دخل رقم الكملك. انك آآ كملك حماية مؤقتة اقامة. او جنسية تركية ما بعين مشكلة. الدخل هون رقم الكملك. تمام? والدخل تاريخك مثل ما موجود بالكملك. هاي اهم نقطة. دخلها بشكل صحيح. راح ندخلها ونرجع لكم احنا. طي دورو لما كايد. تمام حاليا كملك دورو لما تمام. آآ يقول لك آآ هون آآ عندك آآ الليمت خمسين الف. خمسين الف. تقدر ترسل. قندر بارا آآ خمسين الف ليرة. تمام نعطيه تمام. حاليا الكملك تم تأكيده نعطيه ايضا على الاي بوست. تمام بعد ما فتنا طلعنا هاي الواجهة بعد ما حطنا الكملك ومعلومات الامور هاي. تعطيها على الكارد فاشور. تضغط عليها. بعدين هون راح يقول لك دخل معلومات الادرس. سهلة تحط هون بس. آآ وين مقيم اي ولاية تختار حسب الولاية. بالنقطة الثانية تختار منطقة مثل الفاتح يعني حسب انت وين مقيم جي فاتورة ماء وكهرباء وشوف وين مقيم. بعدين تدخل هون العنوان تبعك. مثل مموجود بالفاتورة طبعا اذا ما كفت تكمل هون بالسطر الثاني تمام? بعد ما تكحط العنوان تبعك بالضبط تعطيه صاح. وهم شي هاي تخليها صاح مشان يصير الشراء من الانترنت بداخل خارج تركيا شغال. تعطيه دوامة. اذا تطلع عندك غلط طبعا لانا جوال جوالي هواي واجدت هاي المشكلة. هتحط عنوان صاح خام ينطيني غلط. ايش الحال? الحال انك تروح على الموقع يلي نفوت. اروح على الموقع يلي خليك هي ايضا اسفل الفيديو. بس طبعا هاي المشكلة الصرق. يعني بس بالاجلس تيمكن الهواوي اما باقي الاجهزة راح يعطيه تقديم الطلب ما بأي مشكلة. تمام? نروح على الموقع هذا. الموقع هذا راح يفتح لك بهذا الشكل بس تعطيه تيسلا كارت تضغط عليها. بعد ما تضغط عليها تحط هنا اسمك مثل موجود بالكم لك وتحط رقم جوالك. بس هاي اول خطوطين راح نحطها ونشوف. الصحة ثلاثة ونعطيه دوامة مشان يجينا الكود. راح يجينا كود. ادخل هذا الكود هنا. راح ندخل الكود ونرجع لكم. بعد ما حطينا الكود راح نعطيه الحالة هو راح يفوت لك على الصفحة الثانية. تمام? هنا راح يقول لك حط العنوان تبعك. تختار العنوان وين مقيم انت تمام? تختار وين العنوان? طبعا نختار احنا. اسطنبول. نحط العنوان المنطقة الفاتح حسب وين مقيم تختار انت. بعدين تحط هنا الادرس. تحط الادرس بشكل اه كان مثل ما موجود بالفاتورة. انا راح ادخل الادرس مثل ما موجود بالفاتورة. وطبعا ما واجهت مشكلة بالموقع مثل التطبيق. وقد واجهت مشكلة. بعدين تعطي كايدة تمام? تضغط عليها. بعدين تعطي هون صحفهم. بعدين تعطي باشفورد تمامة. مثل ما شفتو هاي اعطانا هون. انت جم هلقد تلقينا طالبك. تمام? انه تأكد الطلب. طبعا نضل خطوة واحدة. راح نرجع على التطبيق. اه نفوت على التطبيق وهنا ندخل عليه. ندخل بالايميل والعنوان يلي احنا اه سجلناه والشفرة. اهم شيء الشفرة ما تنسونها. تعطوه دوامد. ايضا راح يجي كل عرس. تمام فتحنا على التطبيق بس نحط على هاي الخطوة المهمة نضغط عليها. بعدين نحط على تمام دور. بس ضل عندنا خطوة واحدة وهي الايميل. شايفة بالاحمر تضغط عليها. وتعطي لازم يكون صح على هي. تمام? وتعطي دوامد او دور لما. راح تجيك رسالة على الجيميل تبعك مشان يتأكد طلبك بنجاح. هاي اهم خطوة ايضا. اروح على جيميل مشان نأكدها. تضغط على كلمة تلك او تيكلة. تطيعي على جوجل كروم. وايضا جوجل كروم مرة اخرى. تمام حاليا تأكد الايميل. وكل الشيء صار تمام. نرجع على التطبيق. تأكد ان الايميل تأكد نفوت على بروفايل ايضا. نحط على بروفايل تمام دور. بعدين مثل ما شفته هون حاليا تم تقديم الطلب. ما شايف راح كلمة الباشفور. وراح يصل كرت من اسبوع لا خمسة عشر يوم. راح يصلك الكرت من دون اي مشكلة. طبعا ان شاء الله راح نتكلم عن ميزاته. وقلنا لكم انه الحد. اه طبعا له خمسين الف ليرة تركية. طبعا حسب ممكتوب. تمام? وهيضا تقدر تعبي منه كرت المترو. هاي ميزة جدا جيدة. طبعا تقدر تعبي كرت المترو. راح نشوف ايضا. تضغط عليها راح اشوف اسطنبول كرت. طبعا اتعبي كرت اسطنبول. بس طبعا اتعبي عن طريق الكرت اسطنبول بكل سؤولة. راح نتكلم عنها اه الميزات هاي مين يصل الكرت ان شاء الله. طبعا بس حاليا هاي آآ شرحنا شلون. آآ تقدم طلب لي الكرت. بطريقة صحيحة ان شاء الله. وقلت لك اذا عندك اي مشكلة. طبعا آآ اذا عندك اي مشكلة او استفسار راح تواصل معي على انستجرام. وآآ حطنا التعليق بالفيديو اذا بي مشكلة. واجهتك وان شاء الله راح نساعدك بحل هذه المشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.